أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن قرابة 130 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى ما يزيد عن 1680 وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانو الجهنبور إن أكثر من نصف الوفيات هم أشخاص تفوق أعمارهم الستين عاما فيما تطانب الصين وباكستان ودول عالمية أخرى بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لتتمكن الأخيرة من مواجهة تفشي فيروس كورونا خامنائي يرفض عرض واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لبلاده ويشاكك بالعرض الأمريكي ويصفه بالغريب كون الولايات المتحدة تواجه نقصا في إمكانية مكافعة الفيروس على حد خوله أنتم الأمريكيون يشتب في أنكم أنتجتم هذا الفيروس أنا لا أعرف مدى حقيقة هذا الاتهام لكن إذا كان هذا صحيحا فهل هناك عاقل سيطلب منكم المساعدة؟ لن يفق بكم أحد لتجلب له الأدوية لأنه من المحتمل أن تكون الأدوية التي سترسلونها ملوثة أنتم لستم مصدر ثقة من الممكن أن الدواء الذي تودون جلبه إلى البلاد من شأنه أن يجعل الفيروس مستمرا في البقاء أكثر فيما شدد خمينئي على قدرة طهران في التغلب على تفشي فيروس كورونا الذي ضرب البلاد وأودى بحياة ما يقارب الألف وستمائة مواطن بالإضافة إلى مواجهة جميع التحديات إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء وتأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا وصين القادة الإيرانيون لم ينتظروا كثيرا وألقوا باللوم على واشنطن في عرقلة جهود بلادهم في مواجهة انتشار الفيروس ووفاة الأبرياء استمرارها فرض العقوبات عليها منذ الثامن من أيار مايو عام 2018